متابعي قناة أسرار أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها تحركة نائب راشد لخياري ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد وعديد الأسئلة المطروحة على سبب اختفاء قيس سعيد منذ تقريبا أسبوع نائب راشد لخياري وبعد مفجر تسري بيت راجة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت إلى مسألة اهتمام الصحف والإذاعات وتلفزات تنسية كذلك تلفز في العالم تلفز العربية القانونة الإخبارية لكلها تحكي على موضوع التسري بيت وتحلل فيه وفيه تداعيته نلقاه أيضا الشارع التونسي لهو زيدا يتبع في الحكاية هذه النائب راشد لخياري اليوم لخياري قال لأول مرة منذ اعتلاقه عرش قصر قرداج يختفي تماما لمدة ثمانية أيام عن الظهور الأعلامي وشرب القهوة فيلم نهلة وصلت في المسجد أمام عدسات الكاميرا واستقبال حلفائي وتفش فيش الفارق على الخصوم إن شاء الله الميناء خير لتونس وشعبها هذه تدوينة انشرها اليوم نائب راشد لخياري لقت رواج كبير برشا وأرجع سبب الغياب لأنه منهارة اللي فجر هو التسري بيت ومسماه هو فضيحة التمويل الأجنبي منهارتها ما شفناش رئيس الجمهورية قيس سعيد بالكل بالكل في حتى نشاط رئيسي أيضا مشينا حابينا نثبته من الصفحة الرسمية لرئيسة الجمهورية التونسية نلقاوا لأخر نشاط عمل رئيس الجمهورية قيس سعيد يرجع إلى ستة يام التالي لقاءه مع وزير خارجية مصر العربية وإن كان محمل برسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد سؤال كبير فرشا لماذا رئيس الجمهورية عنده ستة يام ما ظهرش ما عملش حتى نشاط رئيسي هل معقول في دولة رئيس جمهورية فيها ما يعملش حتى نشاط رئيسي لمدة ستة أيام هذا لحقيقة غير مقبول وغير معقول لرئيس دولة ما عندوش حتى نشاط لمدة أسبوع كامل وصفحة رسمية لرئيسة الجمهورية ما نزلت حتى شي خاصة أننا في وضع وبيئي اختير في وضع اقتصادي اختير في وضع اجتماعي سيء للغاية نلقاه زيدة اللي الحكومة بيش تتفاوض مع صندوق النقد الدولي والحكومة رئيس الحكومة قاعد يتقابل مع سفراء برشا دول أحكام مع أطراف في فرنسا أحكام مع أطراف في إيطاليا وعديد الأطراف الأخرى اللي كان ينجم رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه يكون عنده فيها زد هو كلمة لأنه هو الملفات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية بالأساس إلى رئيس الجمهورية صحيح فرنسا كلم وزير خارجية تونس كلم وزير خارجية فرنسا هذه النقطة الوحيدة اللي نجم ينسق فيها معاه ولكن كني نجم يعمل أكثر اتصالية رئيس الجمهورية وكني نجم يضغط بشيحسن شروط التفاوض في خصوص القرض اللي بيشتخدوا تونس خاصة وأنه صندوق النقد الدولي عنده شروط مجحفة للغاية من بينها مواصلة غلق الانتدابات في الوظيفة العمومية ورفع الدعم على المنتجات الأساسية المواد المدعمة كما الزيت والسكر والسميد والأحليب والمحروقات وغيرها والكسكسي والمقرونة والعجين وكل شيء بشي تم رفع الدعم عليه والخوب الزيدة بشي يولي بالسوم الحقيقي وهذه شروط صندوق النقد الدولي في الوضع هذا بالذات بتاع كورونا وتداعية الأزمة هذه على قوت التوينسا اليومي كان ينجم رئيس الجمهورية يعمل برشة اتصالات في الموضوع هذا لكن للأسف الشديد رئيس الجمهورية غايب لمدة ستة يوم ما نعرفوش عليه حتى شيء وهذا غير مقبول أنه رئيس الجمهورية يقعد ما يعملش أنشطة تيلة ستة أيام يعني من غير عذر شرعي لو كان أعلن مثل المرض والأعلن سبب شرعي ولا السفر نلقا زيدة صهر راجد الغنوشي رئيس الحركة النهضة ورئيس البرلمان رفيق عبد السلام اكتب تدوينه زيدة على غياب قيس سعيد وعلى ممارسات قيس سعيد وتصرفاته اكتب للأسف الشديد البلد في ويد وسيدة رئيس في ويد آخر الناس تواجه شبح الوباء المهدد للأرواح مثلما تواجه صعوبة العيش بتأثير هذه الجائحة وتركم المشكلة الاجتماعية وسيدة رئيس منشغل بمعركة الصلاحيات وتأويل الدستور ونصب المحاكم العسكرية لخصومه ولا يخرج من المنابر العامة إلا للسب والشتم والتهديد والوعيد ما يجب قوله حسب رفيق عبد السلام ومن دون مواربة هو أن سيد الرئيس يتحمل العبء الأكبر من المسئولية عن أزمات البلاد لأنه في موقع المسئولية الأولى أولا ثم لأنه صمم على تعطيل مؤسسات الدولة وتوجيه منصات صواريخه في كل الاتجاهات وكأني به يقول للتونسيين يا نحكمكم كما نحب يا نقتلكم على حد تعبير رفيق عبد السلام الخصم اللدود والعدو اللدود لرئيس الجمهورية قيس سعيد برشا انتقادات تجي لرئيس الجمهورية زيدة حتى من أعلميين نلقاه زيدة الأعلمي سامير الويفي علق على غياب مش على غياب رئيس الجمهورية وإنما على عدم تدخله في الأزمة اللي صايرة في البلاد خاصة أزمة كورونا واكتب سامير الويفي تدوينه قال يبدو أن الرئيس قيس سعيد يتجهل الكورونا لأنها غير موجودة في الدستور حقيقة سؤال مطروح رئيس الجمهورية كان ينجم يكون مردود وأحسن منها كبرشا في أزمة كورونا الأزمة الصحية الاجتماعية الاقتصادية وغيرها وخاصة في الاتصالات الخارجية للتدخل لجلب اللقاحات لتونس اليوم عندهم مدام اللي يجيبوا آخر مرة لقاح فيزير دفعة يعني عندها تقريبا أسبوعين ولا حد الآن فمش حتى دفعة جديدة فما تعطي ليت كبيرة لدفعات فيزير وإلا حتى اللقاحات الأخرى اللي كرئيس الجمهورية من باحة تعلق على هذا الأمر فقد فم خصوم سياسيين يحاربوا في بعضهم رئيس الجمهورية رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الحزام السياسي قلب تونس صغيره اليوم الحقيقة بشرة تطورات في البلاد رئيس الجمهورية غايب عنها تماما وهذا ينقص من الشعبية متاحة والتي تراجعت بدرجة كبيرة حسب آخر سبر للأراء نشرته جريدة المغرب فإنه رئيس الجمهورية كان يحظى بثقة التوينثة ونوية تصويت ليه في الرئاسية كانت تدفوق الخمسين في المية كنت أكثر من واحد وخمسين في المية في الشهر اللي قبل أفريل لكن في شهر أفريل للأسف الشديد رئيس الجمهورية ما تحصلش إلا على تقريباً او ثلاثة واربعين في المية أو ثلاثة واربعين في المية وهذا تلاحظوا اللي في خلال شهر قدش أغسر من نقطة رئيس الجمهورية يمكن هذا للصراعات للصراعات الحزبية والسياسية الضيقة اللي هي ما تهمش التوينثة والتوينثة اليوم فدوا من ناس الكل اللي هما قاعدين يتحاربوا ما عندهمش حتى اهتمام بمشيغل التوينثة الحقيقية ولا بأزمة كورونا ولا بالوبئ اللي يهدد التوينثة ولا حتى شيء اليوم نشوفه في معارك مجانية ما عندها حتى علاقة بيئة الواقع اللي يعيش فيه التونسي اللي هو وقع صعيب وخاصة بعد فضيحة التسريبات الأخيرة للنائب راشد الأخياري انتظرنا رد فعل من رئيس الدولة على هذه التسريبات فقط القضاء العسكري هو تكفل به صحيح ولك رئيس الجمهورية مش لازم يبطل المهام امتاعه على خلفية هذه التسريبات لازم يخرج لازم يمارس نشاطه لازم يمارس مهامه لازم يعمل اتصاليته مع الدول الأجنبية سواء في خصوص القرض مع البنك الدولي أو مع الدول الأجنبية لجلب اللقاحات أو غيرها معناه لتحسين العلاقات وجلب الاستثمار مش معناه خارج التسريبات كهو لازم رئيس الجمهورية يسكر بيبه على روحه وما عادش يخرج دونك رئيس الجمهورية لازم يوضح أولا هذا الأمر وثانيا حتى لو كان هذا الأمر موكول إلى القضاء رئيس الجمهورية ما يلزمش يوقف على الأنشطة امتاعه اللي هي في صلب المهام امتاعه واللي الناس انتخبطتوا من أجل هذه المهام اللحظوا زيدا أنه صمت رئيس الجمهورية ينجم يكون وراه برشا خطوات قادمة بشي تكون في انتظار أتوينث الكل ربما يرد تفعل قوية على هذه التسريبات وعلى التشكيك في حاملته الانتخابية واتهمه بتلقي تمويل أجنبي وبالتعامل مع المخابرات الأمريكية والمخابرات الفرنسية والمفروض أنه يرد بطريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي أعرفتوها النسي الكل على كل هذه الاتهامات ويوضح لكن زعمل شنو يخطط رئيس الجمهورية لماذا يعد هذا بش نعرفوه في الساعات القليلة القادمة ما تنسيوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش يصلكم الفيديو القادم